أعلنت مشاريع الأمل اختيار 12 من رواد الأعمال الواعدين في مملكة البحرين للمشاركة في برنامج صندوق بعد عملية تقييم دقيقة لأكثر من 200 متقدم على أن يحصل المشاركون على فرصة لعرض أفكارهم التجارية على لجنة مؤلفة من كبار المستثمرين وذلك بهدف الحصول على فرص استثمارية لتنمية وتوسيع مشاريعهم من خلال عدد من الشراكات الاستراتيجية من الرعاة الرسميين الذين تم اعتمادهم لدعم هذا البرنامج جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مشاريع الأمل باعتبارها الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والذي ترأسه سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل وبحضور مسؤولية المؤسسات الرعية لمشاريع الأمل بنسختها الحالية وفي حديثه حول هذه المناسبة أشهد الوزير بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لبرامج صندوق الأمل وحرص سموه على توفير الفرص الواعدة للشباب البحريني من أجل اكتشاف وسقل وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات وفقا للبيئة التنافسية العادلة والحاضنة لقطاع ريادة الأعمال للشباب بهدف تمكينهم ومساندتهم في تحقيق طموحاتهم المستقبلية المتمثلة بإنشاء مشاريعهم التجارية الخاصة بالشكل الذي يكون له ذلك التأثير الديناماكي على الاقتصاد الوطني وقيادة مسيرة التقدم والنمو في البحرين هذه النسخة أو هذا البرنامج من صدوق الأمل يركز على استكشاف سقل وإبراز المهارات البحرينية وفرص الاستثمار في هذه المهارات والمبادرات البحرينية الفرق اللي بين هذا البرنامج طبعا وغيره من البرامج اللي صالت أن الجمهور والمستثمرين بيسمح لهم أنهم يدرسون فرص الاستثمار وأيضا أن يطلعون على آراء وأفكار زملائهم المستثمرين في هذا المجال والخبرة المحليين والإقليميين في هذا القطاع فاللمرة الأولى الواحد يقدر يشوف ما خلف الكواليس في عملية الاستثمار فبهذه الطريقة شبابنا يبدأ يفهم طريقة الاستثمار يفهم ما يدور في فكر وذهن المستثمرين أنه عندنا دورات نسميها البوت كامس هذه الدورات ناخذ الشباب المنجز الطموح وندخلهم حتى يبدون يحتكون مع المستشارين حتى يبدون يحتكون مع الشركات حتى يبدون يشوفون طريقة تهيئة الفكرة بالشكل الصحيح تهيئة خطة العمل بالشكل الصحيح حتى يساعد في نسبة الإنجاز ويساعد في نسبة نجاح المشاريع نحن طبعا في شركة زين البحرين دايما نكون صباقين أن أي إفنت أو مشروع أو المبادرة تساعد الشباب البحريني الشباب اللي ما شاء الله عليهم عندهم ابتكارات جديدة دايما نكون معاهم دايما من بدأت شركة زين البحرين دايما نكون مع الشاب بكل اللي تبزل المبررات اللي هو يعطيها حق المجتمع من مواجب المسؤولية الاجتماعية للبلد الذي نحن فيه نقوم برعاية مثل هذه المشاريع ومن منطلق إيماننا كمان أنه الشباب هم أصل المستقبل وزي ما شفنا تجارب ناجحة عالمية شركات ضخمة زي أبل وأمازون ليش إحنا في البحرين مش نحن إن شاء الله نكون زيهم وأحسن عندنا الإمكانيات عندنا الدعم الحكومي عندنا الشباب اللي مليان طاقة إيجابية وإن شاء الله بهالإمكانيات والطاقة الإيجابية ما في عنا حل غير أن نوصل للعالمية إن شاء الله تعالى نحن في شركة هواوي ينصب تركيزنا نحو توفير بيئة حاضنة للمواهب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانطراقا من مكانتنا الرائدة في هذا القطاع محليا وإقليميا ودوليا نباشر الاستثمار في الطاقات البحرينية الشابة للمساهمة بتطوير هذا القطاع والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية لإنشاء نظام بيئي تعاوني مشترك يؤدي دورا رئيسيا في التنمية المجتمعية والاقتصادية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر